إذن للوقوف عند فشل شركاء العملية السياسية في الاتفاق على تشكيل الحكومة في ظل خلافات شخصية بينهم ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصرف دكتور حامد مرحبا بكم يعني كما استمعت إلى هذا التقرير بعد فشل اجتماع الإطار التنسيقي لحسم تسمية رئيس الوزراء ولكن السؤال المطروح هنا بعجالة دكتور حامد يعني هل مكونات الإطار مهيئة فعلا لتسمية رئيس وزراء في هذه المرحلة؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على استضافة تحياتي لكم ولجمهور المشاهدين الكرام الحقيقة واضح من النتائج الأولى للمباحثات بعد انسحاب مقتدر الصدر التيارة من مجلس النواب أن هناك فعلا انشقاقات واضحة لم تظهر بشكل كبير لكنه بشكل أولي على الأقل انسحاب حيدر العبادي وأمار الحكيم وهذا العامري من عملية تشكيل الحكومة اختيار الرئيس الوزراء والكابيلة الوزارية هذا دليل قاطع على أنه الكل يريد أن ينقى بنفسه عن ما تبقى من الخلافات المستحكمة الآن حتى في الإطار نفسه يعني ناهيك عن العملية السياسية برمتها يعني الطبقة السياسية الفاسدة هي كلها الآن الحقيقة تشهد صراعات سواء كان داخلية أو فيما بين الكتل إذا كان يعني في الإقليم شمال العراق في كردستان وإذا كان في الوسط والجنوب هناك الحقيقة صراعات واضحة طيب بمناسبة الحديث عن الخلافات والصراعات النائب هيثم الفهد وهو من الإطار التنسيقي يقول أن الإطار التنسيقي ربما سيتوجه إلى اختيار رئيس وزراء حزبي رغم أنه قد وعد بترشيح رئيس حكومة مستقل ألا يعد ذلك نكوصا دكتور حامد يمكن أن يزيد الخلافات داخل مكونات الإطار التنسيقي؟ هو طبعا بالتأكيد هذا دليل آخر على أنه هناك تراجع وهناك الحقيقة نكوص عن الوعود والاتفاقات السابقة خصوصا أنه هم شعروا بأن نفس تسمية المستقلين أيضا يعني مربكة بالنسبة لهم لأنه هناك شكوك أنه لا يوجد مستقل في العملية هذه برمته يعني يشكون بأنه قسم من المستقلين ينتمون إلى جهات أخرى كأن يكون قريبين إلى التيار الصدري أو قريبين إلى فعلا يعني عملية بديلة لابتداد أو منتقلين يعني أن يكونون أشبه بالخط الخاص بتهديم هذه العملية محاولة الأخيرة لتشكيل الحكومة إن أتيحت الفرصة لهم طبعا هذا شيء آخر يعني هناك حسابات أخرى لكن أنا أعتقد سوف لن تتاح هذه الفرصة لأي جهة وسوف تبقى محصورة في كتلة ضيقة في الإطار التنسيقي وإن نجحت فهذا شيء أيضا يعتبر مؤقت لأنه فيما بعد ستأتي التعقيدات الأخرى خصوصا نحن مقبلين على صلاة الجمعة والعملية في تصاعد ساعة بعد أخرى سنأتي على التظاهرات في يوم الجمعة ولكن دعني أنتقل إلى موضوع آخر وهو التسريب الصوتي للمالكي ناشطون يتداولون تسريبا صوتي للمالكي يهاجم فيه مقتدى الصدر وأتباعه ولكن مكتب المالكي نكر هذا الصوت وهذا التسريب ولكن السؤال هنا هل الخلافات الشخصية هي من تحكم الحياة السياسية في العراق دكتور نعم بالتأكيد هناك سياسة كسر العظم بالتحديد بين المالكي ومقتدى الصدر ليست بجديدة يعني هذه سنوات عديدة لم يلتقيا الرجلان ولم يتفاهما على الحد الأدنى ولذلك يعني يعني يهتمون بقضية عادة البيت الشيعي إلى ما كان سابقا بجهود إيرانية وجهود داخلية وحتى المرجعية الداخلية لكنه يعني فشلت كل المحاولات لأنه يعني هناك ما سموه يعني صولة الفرسان وغيرها ضربت المالكي يعني في الدورة الأولى لرئاسة الوزراء وما حدث في البصرة وما حدث حتى أيضا في صراع مستحكم بين حزب الدعوة والتيار الصدري يعني هذه الحقيقة واستقطابات كثيرة هذه يعني دل دلالة واضحة على أنه لا أمل يرتجى من أنه الرجلان يلتقيان من جديد أو يسويان خلافاتهما المستحكمة يعني هناك الآن نعم يعني تكلمتم في معرض حديثكم عن هناك تظاهرات في مختلف المدن العراقية للتيار الصدري رفض للخطوات التي يتخذها الإطار التنسيقي ما يعني أنهم قد رفضوا مسبقا ما سيخرج بها الإطار من تشكيل حكومية ربما خلال الأيام والأسابيع المقبلة ولكن إلى أي مدى ترى أن الأمور ذاهبة للتصعيد بين كل هذه الأطراف الحقيقة هو تصعيد موجود شيئا أما بينه لكن هذا التصعيد هو خلافات بين الفصائل بين الأحزاب المشتركة بالعملية السياسية هذا من جهة أخرى وهو الأكبر الذي سيأتي فيما بعد إن حسموا أي طرف حسم أمره مع الطرف الآخر هي الهبة الكبيرة التي سيشهدها العراق أو التجدد ثورة تشرين المباركة من جديد للإنقضاب على هذه الطبقة السياسية الفاسدة خصوصا أن هناك ما يسمى بثورة جياع سوف تبدأ لأن هناك فقر الآن يعني يضرب بأطنابة في العراق الآن يعني الشعب العراقي 35% أو أكثر تحت خط الفقر الخدمات سوء الخدمات يعني عدم الوضع الأمني يعني لا يوجد أفق بأمل بحياة أفضل للعراقين لذلك أنا أعتقد الشرارة الأولى إذا بدأت فسوف لن تنتهي إلا بإسقاط الطغمة الفاسدة الطغمة كلها والعملية السياسية برمتها لذلك أنا الحقيقة أول على الشعب العراقي لا أول على أي طرف من الأطراف خصوصا أنه الشباب أيضا مستعد لكن لا يريد الآن أن يبدأ بالعملية إلا إذا حسمت الأمور فيما بين الأطراف المتنازعة على السلطة والثروة والنفوذ وإلى آخره دكتور حامد لو وقفنا قليلا عند مصطلح التصعيد كما تعلم أن السلاح حاضر بيد جميع الأطراف السؤال هنا هل يخرج الأمر من مساحات السياسة إلى ما هو أبعد من ذلك مثلا استخدام السلاح بين الأطراف المتنازعة دكتور ممكن جدا خصوصا إذا دخلت الأطراف الإقليمية والدولية لأنه لا ننسى أنه العملية السياسية أصلا يعني أقيمت بإرادة أمريكية إيرانية فهو لحد الآن الملف النووي وتحجين دور إيران في المنطقة لم يتفق على الطرفان على الأمريكي والإيراني إذا حدث أن هناك نقلة حتى سوف يجتمع بايدن مع الدول الخليج العربي والعراق ومصر والأردن إذا كان هناك شيء جديد في الأفق ضد إيران وتتحول العملية السياسية إلى تحقيق إرادة الشعب العراقي هذا سوف يحسب الأمر أما إذا لم تحدث هذه القضية فأنا أعتقد إيران سوف تصعد بشدة ميليشياتها وسوف يكون لا سامح الله نحن نتمنى هذا أن يكون العراق ساحة لتصفية الحساب بين أمريكا وإيران على غرار ما حدث في أوكرانيا بين الناتو أمريكا وروسيا هذا اللي يعني دفعا للشر وبردا وسلاما على شعبنا وعلى بلدنا إن شاء الله عبر السكاب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة